مطبخنا دلوقتي بقى مليان سراصير وحشرات سراصير ولو جيت جبت أي قوة هائلة إبادة حيبادل مبيد دخلنا مرحلة أن المطبخ اللي بيطلع منه أحيانا ممكن يطلع منه أكن أنت متعرفش المطبخ فيه ولذلك الصحة عاملة كشف على المطابق هل تشايف أنه دلوقتي المطبخ الغنائي مليان سراصير مليان حشرات سراصير ديت احنا بنشوفها يهيها سرسار وتعمله في المسرحيات إنما حشرات أنواع مختلفة مختلفة من ما يحدث طب حضرتك معلش خدني على الدعاء عادة حضرتك أما تشوف حشرة بتشمعيز سرسار دبور نملة كده الناس دلوقتي بتحتضن السراصير حل ومعجبة بالسراصير حل اسرح لي حل أنا وصلت لإيه لهل السؤال أقول لك أنا قبل الكلام حجاوبك بسؤال هو ده الوقت اللي أنا حسأ فيه هل أنت مع السراصير أو ضد السراصير أو مع الجمهور أو محايد عايز الحقيقة يعني معرفش عدم المعارفة بيخليك على البر بس أنت لازم تتعلم يعني بس عايز أقول لك على حاجة يعني أنا بقى كهني عند طبيب نفسي وبتكلم بصراحة أنا بس مع الأغاني بتاعتهم بنبسط يعني أنا عايز أقول لحضرتك الصراحة تبقى قاعد وسط ناس كده محترمين يقول لك ياهي أنا ما قدرش وده مش عارف إيه أول ما الأغانية تشتغل الناس دي بتتقلم بقدرة قادر ويبوا فوق الترابيزة